نعم الأبراج دائما مع علي البكري لكل محبي الأبراج والطالع هتتعرف على حظوظكم لهذا الصباح مع علي البكري حضرنا الأبراج لهذا الصباح خلينا تابع مشاهدي ناس عد الله صباحكم بالخير وقفة مع أبراج هذا اليوم لكن بعد الفاصل أهلا بكم أبراج هذا اليوم الاثنين الموافق السارس والعشرين من حزيران يونيو 2023 طبعا الآن القمر في برج الميزان بدرجة أربعة وأكيد الأجواء جيدة الجوزاء الميزان الدلو أيضا الأسد وأكيد طبعا الأصحاب برج القوس خلينا نتعرف على مولود هذا اليوم يحمل الخارطة رقمية 283 هذه طبعا الخارطة الميدانية هذه الخارطة للأسف بها متلازمة رقم الثين وثمانية متلازمة للأسف تدعون على التطرف رغم أنه المكانيات اللي متوفرة عدنا جيدة لكن سنكون متطرفين في مشاعرنا قد نغالب رد الفعل قد يصعب علينا أن نختلق بالآخرين دون أن تكون لنا نظرة فيها النوع من المؤامرة أو الريبة اتجاهها لآخرين لذلك إذا عدنا مولود يعني أو طفل في العائلة يجب أن نبعد عن هذا التوتر أو أن لا نتفعل التوتر تحديدا خلينا نتعرف على يعني أصحاب برج الحمل لهذا اليوم ليست الأجواء جيدة للأسف هذا الأسبوع قد يربما يعني بدأ ثقيلا وإيضا قد ربما هذا اليوم أيضا يبدو مزعجا قد نتواجه مع الآخرين قد نتعرض إلى ضغوط قد لا يسعفنا الحظ في إتمام أعمال أو إجراء تغييرات وحذاري من أن نوقع على ربما أوراق رسمية إذا ما كنا دارسيها بشكل جيد الثور نشعر بنوع من التعب البدني أو الضغط البدني والبعض ربما أيضا هذا اليوم قد يقضي ساعات طويلة في العمل وقد يتحمل عباء إضافية أو قد يكون متطوع هو في إدارة أعمال معينة إذن ليست الأجواء مريحة مزاجيا الجوزة أجواء جيدة يعني هناك بوادر للحظ فرصة إيجابية هناك نوع من التغيير هناك نوع من ربما الفرص المالية إذن أجواء نتأخذنا باتجاهات أفضل وعلينا أن نستثمر هذه النقطة تحديدا السلطان هذا اليوم لا نشعر بصعوبات بقدر ما نريد أن نضع أساسات جديدة نريد أن ربما نبدأ ببناء ربما مساحة إضافية في حياة نيل المرحلة القادمة وبالتأكيد الأجواء اليوم قد لا تخلو من نوع من الصعوبات أو نوع من التوترات مع أفراد العائلة الأسد هذا اليوم قد يعني نستطيع القيام أو مهاتفة أصدقانه قد نتلقى اتصالات لكن ربما لا نستطيع إنجاز عمال كثيرة وكبيرة لذلك يفضل فقط ربما ليس بالإجراءات التعديلات الكبيرة فقط ربما هناك ملاحظات قد نبديها أو يبديها أصحاب برج الأسد وأيضا لا نزال في حالة من الشد والمصرفات المالية تحديدا العذراء وضع مالي ربما نتصرف ماليا أو نذهب باتجاه العمل أو قد نخطط إلى ربما مسابقة قد ندخل فيها أيضا وما ننسى نذكرك أنه السفر ممكن يكون قريب ما ننسى نذكرك أنه أنت الآن ربما عاطفيا عليك أن تنتبه وأن تنتبه صحيا أصحاب برج الميزان اليوم نستعيد طاقتنا نبدو بشكل أفضل يمكننا القيام بإجراء نوع من التعديلات البسيطة لكن لاجب أنه غالي برد الفعل بعد أيضا هناك مصروفات مالية وأيضا هناك مكتسبات مالية العقرب هذا اليوم نشعر بنوع من الإرباك في المشاعر في طاقتنا النفسية لأنه نتذكر ربما أحداث ليست بالجيدة ليست بالسعيدة وللأسف ربما أيضا قد نشعر بنوع من الفتور في المزاج القوس وضع جيد وإيجابي يقف لدعمنا أصدقائنا محبينا ونستطيع القيام بإجراء تعديلات أو تغييرات الجديء أيضا هناك فرصة ربما لإجراء تغيير لكن بصعوبة ليست الأمور تسير بهدوء وأيضا قد تنشب مواجهة مع أحد الأصدقاء وربما أيضا على جانب العاطفي ليست الأجواء جيدة الدلو هذا اليوم نستطيع القيام بسفر طلابنا الدارسين هذا اليوم وضعكم جيد يسمح بإجراء يعني أو بذاكرة جيدة وما ننسى نذكر أيضا أنت الآن بجانب أو بحالة ربما نفسية أو بحالة صحية أو بدنية لذلك انتبه لهذه النقطة أخيرا أصحاب برج الحود تأخذنا المصرفات المالية إلى وضع ليس بالمريح طبعا أيضا هذا اليوم لا يمكننا ربما إجراء تغييرات كبيرة والبعض ربما قد يراجع مشفا صحيا أو ربما يعمل يعني اختبارات أيضا لأحد أقرباءه أو أصدقاءه أو محبيه هذه الأمور ربما أيضا عليكم أن تنتبهوها بعد أنت في فترة جيدة هذه الفترة اللي أنت بيها هي فترة للحظ هي فترة لإجراء تعديلات أو تغييرات وبالتالي الأجواء تسمح لك بذلك عليك أن تستثمر هذه النقاط تحديدا أكيد الله أعلم بذلك مشاهدين عودل الزملاء لكن بعد الفاصل